بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics الدرس الثالث اللي عنوانه First and Second Law of Thermodynamics كنا قد عرضنا في الحصة الماضية تعريف الهيت أنجن نحاول خلال هذه الحصة تعريف الريفرجريتر وأيضا تعريف الهيت بامب بالنسبة للريفرجريتر هو الآلة التي تنقل الحرارة من المكان البارد وهنا ركز كثير حرارة من المكان البارد إلى المكان الساخن فالمرغوب The objective of refrigerator is to remove QL from a cooled space يعني هنا الفكرة أن لما تبغى تبرد مكان فعليك أنك تسحب الحرارة من المكان هذا فالمكان هذا ماتوماتكلي يبرد فلو شفنا هنا الرسم البياني اللي عنا هنا عندي هذه الآلة اللي هي رفرجريتر تبغى تنقل الحرارة من المكان البارد وتلقيها برّة إلى المكان الساخن عشان تشتغل الثلاجة يلزمني إيش؟ يلزمني وارك أو يلزمني طاقة كهربائية لها تغلي الكمبرسور فلو أعدنا الشرح هنا فلما نشتري الثلاجة إيش نبغى؟ نبغى جوّة الثلاجة يكون إيش؟ يكون مكان بارد عشان تشتغل الثلاجة يلزمني الكمبرسور أو زي ما نقوله إحنا محرك حقّة الثلاجة ونبغى بالطبع لو ألقيت أو حطيت يدي برّة الثلاجة نلاقي إنه المكان ساخن فهذا يتم إنه حرارة تسحب من جوّة ثلاثة وتلقى برّة الثلاجة فإذن الـ Desired Output أو الطاقة المرغوب بها هي الـ QL الطاقة المتطلبة لتشغيل الثلاجة هي الـ Work لو طبقنا First Law of Thermodynamics رح يقولي إنه مجموعة الطاقة التي تدخل تساوي مجموعة الطاقة التي تخرج فإذن QL plus W الطاقة التي تدخل تساوي الطاقة التي تخرج فالـ Work هنا يصبح إيش؟ يصبح لي QH minus QL يمكن استعمال المعادلة هذه لو بغيت نبحث على Coefficient of Performance أو COP of Refrigerator اللي شفناه قبل تعريفه هو Desired Output على Required Input يعني الطاقة المرغوبة من هذا السيستم على الطاقة المتطلبة لتشغيل هذا السيستم فالطاقة المرغوبة هنا هي QL زي ما قلنا هي الطاقة الحرارية التي يتم تسحبها من المكان المراد تبريده تقسيم الـ Work اللي هو الطاقة اللازمة الـ Required Input الطاقة اللازمة لتشغيل الثلاجة فزي ما شفنا في المعادلة قبل أن الـ Work يساوي QH minus QL وتصبح COP of Refrigerator يكتب على هذه الطريقة QL تقسيم QH minus QL الماكينة الثانية أو الجزء الثاني من هذه المحاضرة هو تعريف الـ Heat Pump تقريباً تعريف الـ Heat Pump هو نفس الشيء تعريف الـ Refrigerator يعني هو Divide the transfer heat from low temperature medium to high temperature 1 طيب إيش الفرق بين الـ Refrigerator والـ Heat Pump The objective هنا of a heat pump is to maintain a heated space at high temperature يعني الطاقة المرغوبة هي الطاقة التي يتم إلقاؤها برّة السيستم أو الطاقة المرغوبة هي الطاقة اللي تسخني المكان ماهو بردلي المكان فهنا الطاقة المرغوبة هي إيش شباب تصبح لي هي QH عشان يستغل يلزم إيش يلزم وارك من الـ Compressor وأيضاً يلزم سحب طاقة حرارية من المكان البارد وإلقائها هنا في المكان الساخر فلو سويت هنا رسم بياني صغير حاجة الـ Heat Pump لاحظ أن الطاقة التي تدخل هي QL الطاقة أيضاً التي تدخل هي الـ Work والطاقة التي تفرج هي QH فهنا نفس الرسمة طيب إيش الفرق بينها وبين الـ Refrigerator الفرق الوحيد أن الطاقة هذه هي الطاقة الـ Desired الطاقة المرغوبة هي QH بينما الـ Refrigerator كانت إيش شباب كانت QL الطاقة التي تستلزم لتشغيل الـ Heat Pump هو طبيعي الـ Work فيصبح هنا الـ CoP of Heat Pump اللي هو زي ما قلنا Desired Output or Required Input يساوي QH على W نفس القاعدة هنا المستعملة آنفاً أو سابقاً في حاجة الـ Refrigerator الـ Work يساوي QH-QL بما أنه تقريباً نفس الرسم البياني فهنا الـ CoP of Heat Pump يساوي QH تقسيم QH-QL هنا نكون خلصت المحاضرة هذه هل هنا سؤال يعني أو الترحه قبل ما نخلص المحاضرة الفرق الوحيد بين تعريف الـ Refrigerator أو تعريف الـ Heat Pump حسب ما لاحظت أنه التعريف هو نفسه فإذاً أيس الفرق بين الـ Refrigerator والـ Heat Pump هل هو الفرق في الـ Desired Output أو Required Input السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البقات المترجم في الـ Heat Pump